للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفياً دكتور عبد المسيح سمعين أستاذ الدراسات البيئية دكتور عبد المسيح صباح الخير على حضرتك طبع خير يا فندم وأهلا بك والسادة المشاهدين أهلا بحضرتك الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها لا ينتهي لو حضرتك توضح لنا والسادة المشاهدين طبعاً التأثير ده على الصفاقح الجالدية الحقيقة بالفعل الدراسات لا تنتهي عن ظاهرة صغير المناخ في كل يوم جديد في هذه الظاهرة ودي دراسة يعني قامت بها جماعة من الجماعات النيروجية ودي دراسة تنبؤية مستقبلية يعني هي سيناريو لما يمكن أن يحدث في المستقبل بناء على معلومات وبناء على تنبؤات ومؤشرات لفترة سابقة الدراسة تقريباً بدت معلوماتها منذ عام 1990 حتى 2019 كان هناك يعني أعلى معدل للقسائب الخاصة بالكتل الجالدية خلال هذه الفترة فعملوا يعني تنبؤ مستقبلي أن لو استمر هذه القسارة في الكتل الجالدية الموجودة في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة يعني بتشكل أكثر من 30 مليون كيلو متر مكعب من الجليل وبالتالي وجده زي ما حاجة تفضلت في التأرير أنه فخدانه هذا الاحترار العالمي سوف أؤدي إلى فخدان أكثر من 65% من الجليل في هذه المنطقة هيزود مستوى البحر طبعاً ده السيناريو زي ما قلنا تنبؤي بحوالي 58 متر طبعاً 58 متر ده إحنا نتكلم دلوقتي صمتي أن زاد مستوى البحر كذا صمتي إحنا لما نتكلم بقى على أمطار تم عليه أنه له تدعياته الشديدة على الحياة على وجه الأرض بشكل عام وتحديداً يا دكتور عبد المسيح عايز أعرف من حضرتك تدعيات ارتفاع مستوى سطح البحر إيه في المستقبل طبعاً هو في مؤشرات أنه على عام 2050 وما بعد ذلك أنه تغيره منها هيكون لي تأثيرات خصيرة جداً على مستوى العالم كله فلو ارتفع مستوى سطح البحر في المستوى القريب أو البعيد إيه اللي هيحصل في الكوكب كله؟ أول حاجة معظم المناطق الشاطئية وقد ينتد هذا إلى المناطق الداخلية سوف تغرق لأنه كمية الماء التي تبقى موجودة تبقى مرتفعة جداً ده معناه أنه هيبقى فيه هجرة بيسموها هجرة بيئية أن الناس تنتقل من هذه الأماكن تروح إلى أماكن الداخلية طبعاً ده لها تدعياته على العمل والإنتهاج والصناعة والمصانع والاستثمارات الحاجة الثانية لو تدعي خصيرة جداً على التنوع البيولوجي لربنا خلقه سبحانه وتعالى ربنا خلق كل أنواع التنوع البيولوجي في تناغم دقيق جداً وكل نوع يعني بيعتمد على نوع آخر وبالتالي لو حدث هذا سوف تتأثر التنوع البيولوجي بشكل جيد جداً سوف تتأثر الكائنات الحيوانية فعلاً دكتور تلأسف دالله هيحصل بنشكرك على هذه المعلومات على هذه المداخلة الهاتفية دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية